بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله والنهاردة فيديو حلو جدا جدا ومهم قوي قوي لنشن الفراخ وجماله تابعوني للاخر حبايبي الحلوين صباح الفل عليكم معاك بقى حالة ميا مغلية وهاتي بقى بهارات كده مكعب مرأة ورقتين لوري بابريكا طبعا ملح وفلفل أصمر هذا المعروف نحن نعود فل ونضع الفراخ الجميلة ونضع الفراخ الجميلة ونضع الفراخ الجميلة ونضع الفراخ الجميلة ونستهل لتعامل بها لنشن الفراخ وكله ودعو لي ان شاء الله بالله والشفاء على قلوب حبيبي الحلوين طبعا المياه سخنة ومغلية من قبل منزل الفراخ والبهارات معها المصدر ونضع الفراخ الجميلة سنقوم بصلايا جميلة كبيرة ونزلها في الشرب ونزل الجزر مع الشرب ونزل الجزر مع الشرب سنقوم بصلايا جميلة ونزل الجزر مع الشرب سنقوم بصلايا جميلة نصفيها في طبق سنكمل نقوم بصلايا جميلة ونزل الجزر مع كل الخليط ثم نقوم بصلايا جميلة اضع بصلايا جيكا ونزل الجزر مع الشرب اتفقنا وفروميهم وتعليلي تاني وفرمنا كل هذا حلوة ويبسي بقى معي بانجرايا كده مسلوقة وحلوة ومتأثرة وزي الفل مسلوقة طبعا جميلة جدا جدا ابشريها بالمشارة العادية على الخليط من الفرخ والبصل والجاز سوف نضيفه بالماء اضيف الماء معلقة العصير المنزل من البنجر سوف نضيفه على حالة الفراغ هذه معلقة العصير المسلوب نضيفه على الفراغ سوف نضيفه في اللون وحلوة بدلا من نضيفه لون طعام لا يوجد أي مشاكل لكن انا فضلت ان البنجر لفوائد كثيرة جدا 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 لما نستغلاش البنجر في اللون والطعم ويبقى فايدته نزلت في الفراغ وفي اللنش والفراغ لكي أطفالنا وحبيبنا الحلوين يستفادوا بكل حاجة جدًا لنقلب هذا القذพوة ليس ذلك ويمكنك أيضة места سوف نضيف الجزء ثلاث معلق نشا ملح وفلفل وضع ملح وفلفل لكي يدد طعمه وكي يدد طعمه يجب أن نعادل الطعم معلقة ملح وفلفل معلقة بابريكا الملح نصف من الملح وفلفل أن نشا ملح واحد تجلب طعمه ويقوم وخفيف تغيط الفراخ بفئر شرب وضع الخليط و تم شعبه لأنه خفيف يشرب معلقة نشا ايه يخفيف بشربة يمكن ان تكون شربة وزن ايديك ويجب ان يندمج معه يندمج مع بعضه ويجب ان يخفيف ويجب ان يشرب بشربة اشتركوا واشتراكوا و لايك اشتركوا و لايك انا سألت بشربة فلفل حصا يعني يدي طعم ونكه حلوة حتى لا تضيفه انا هنا صبيت الخليط الجميل العسل على ورقة شبه الكيس او ممكن كيس بلاستيك وتفتحين نصين وتبقى حتة مربعة كبيرة وضع الخليط وقفله من الجناب كبير كبير بالضبط يبقى الخلال الطويلة وفرغي كده حبت هوا منها حتى تقفلي من الجنبين تبرومي وتخلي الخليط متماسك كله وتبقى محبوكة بضع الخليط جميلة ونضع الخليط نبقى من جميلة من الجنبين من جميلة اضع ورقة مربعة ويضع على هذا الوزن يجعله بالشكل الاسطواني وقفله من الجنبين جمد ستكون غليه حبة مية على النار اغلي فيها شوية مية ونزلي بالضبط وقفلنا عليه بالستريس وورق الفويل طريقة سهلة وجميلة بسم الله ما شاء الله عندما يهدى ويبرد تطلعيه بعد حوالي عشر دقيق ربع ساعة من المية المغلية وتشيلي من على الستريتش وتشيلي من على الالمونيوم تسيبيه يهدى ويبرد خالص خالص ما تقطعوش هوه صخر لاني هيتقطع منك لكن لازم يبرد بصي جماله لما برد جميل جدا ومتماسك بسم الله ما شاء الله تبارك الله الطعم طحفاء اللون جميل قوي 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 جربوا الطريقة ان شاء الله تعجبكم بالهنا والشافة عليكم وعلى كل حبيبكم اشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة